دلوقتي هنروح هتصرحات عمر السلية جميع اللاعبين على قلب رجل واحد مع جهازهم الفني ولا صح على وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم نقف مش هينفع نعدي اه مش هينفع نعدي تصريح ده تصريح ده خطر جدا و وانا شايف ان هو مش يعني الراجل الشخص او الراجل المحترم اللي سأل السؤال ده سؤال وحش يعني سؤال مش بتاع واحد مصري يعني مش ده بتاع واحد عايز يعمل تصبق لنفسه انا النهاردة سوشيال ميديا كلها بقت صبق كل سوشيال ميديا كلها صبق انك تصبق بقى تبقى في ايه مش مهم عندي مليون مشاهدة طب انت مليون مشاهدة دول فيهم ايه يعني محتوهم ايه اه محتوهم شتيمة محتوهم قلة ادب محتوهم اي كلام لا طب ما تخليهم يا عم خليهم مئة الف وخلي محتوهم كويس خلي عندك كده راجل تكون خليك زكي زي ما احنا بنقول in aixna الناس الراجلة تصراحاته كويسة ده تصريح مستفز جدا ده تصريح مستفز معرفش مين الشخص بصراحة اللي سأل السؤال يعني السؤال مستفز الشخص بقى اللي سأل السؤال ده مش مصري اه الصحفي ده غير مصري اللي سأله فقق يعني ما اكيد يعني ما نفعش حد مصري يسأل السؤال ده وسؤال صعب ومستفز جدا وعايز اقول حاجة كمان برضو ان السؤال ده ليه مغزة كبير السؤال ده ليه مغزة ان انت حد بيعايز يوقعك وبرضو تاني هاخب من السؤال ده ان انت كبير ان انت برضو ناس ما سدقت انت وقعت وعايز توقعك اكتر فاحنا تاني نقفل عنا في سنة هتقولي عم عادل هتكرر الكلام اه هتكرر الكلام لان هو احنا معنداش غير ده معنداش غير نحن نقفل عنا في سنة فالتصريح ده او السؤال ده اللي تسأل للسولية ده سؤال خبيث من شخص خبيث عايز يعمل فتنة او عايز يبوز قط اللبس جوه المنتخ فدي جابة محترمة من واحد يعتبر من الكباتل الفريق والناس اللي مسؤولة اللي كان بنتكلم عن العيبة الكبار والحمد لله ان المؤتمر فيه حد تقيل يعرف يرد على السؤال ده تصريح التاني هذا الكلام عيب ان يقال على العيبة مصر ولعبونا يعلمون تماما قيمة منتخب بلادهم ولا يمكن ان تصدر عنهم مثل هذه التصرفات ده 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 رد طبيعي جدا وده اللي احنا كنا بنقوله يعني قبل ما نروح التصريح ده قبل ما نروح التصريح التاني هو كان اجابة للتصريح الاولية ده عيب يعني كلام عيب واحنا هيبقى فيه شغل عينا كتير فترة جاية اللاعبون بعيدون تماما على السوشيال ميديا وكله تركيزهم في تعويض مفاتهم خلال المباراة الاولى دي حاجة حالوة جدا واشنسا متكلمين فيها وتمنى فعلا ان يكون ده حقيقي لان اللاعبة فعلا لو فصلت نفسها عن السوشيال ميديا هتعرف تدي احسن حاجة عندها لان فعلا السوشيال ميديا اللي يقولك انها بتقصرش لأ السوشيال ميديا تقصر انت لو فتحت التليفونك ولقيت مشاكل ولقيت يعني الناس بتتكلم عليك وتقولها مش كويسة حتى لو انت شخصيتك قوية جدا 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 هتبقى برضو هتاخد من تفكيرك هتاخد على الاقل نصف ساعة ساعة وانت قاعد وانت مش محتاجة